بسم الله الرحمن الرحيم ألا تقعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف وبريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن بمارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما مرزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعدام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألون في السماوات والأرض كل يوم موفيشا فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيمان فيخض بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خوف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئان متكئين على فرش بطاء وام استبرقوا وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاص وططرف لم يطمثهن إنسوا قبلا ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إن لم يحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لنمطاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكرة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يضمثن إنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف حضر وعبارهم حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر